ومن عالم اللاسياسي رح نكون مع عالم الأدب والرواية نور ومع موهب أدبية انثوية غير شكرا أكيد فينا نقول يمكن من أجمل أنواع الأدب الأدب القريبة لقلوبنا وقلوب كل الناس يمكن كان في مرحلة دائما ببداية الشباب الرواية إلى حصة كتير كبيرة بمراحل حياتنا وذكرياتنا لأنه دائما بتاخذنا لمطارح فيها نوع من التشويق والخيال يمكن أنا من أفضل الأشياء اللي بحبها بالأدب هي الرواية أنت شو بتحبي أكتر شيء؟ كمان الرواية اللي قلتي نور صحية المنسميها السهلة الممتنة يعني أنت ممكن تقعدي تخلص نص الرواية وما تمل لي أبداً الأحداث وتشويق أو تحسي حالك جزء من الرواية أو بطلة الرواية بتعيشي كل التفاصيل معا اليوم نصلت الضوء على موهبة أدبية انثوية دائماً يمكن برحلاتنا الصباحية نصلت الضوء على مواهب شاب بنعتز وبنفتخر فيها رواية مؤمنة محمود أول شو نقول لك يسعد صباحك وهلو سهلة فيك أهلاً يسعد صباحكم يسعد صباحك وهلو سهلة فيك أهلاً شكراً سعيدين اليوم باستضافتك مؤمنة سألناك من أينما بدأت يلتنا من عمر 14 سنة يعني تقريباً حوالي 20 عام من التجربة بعالم الكتابة خلينا نرجع للبدايات معك وكيف هيك كانت الشرارة الأولى كبدايات درست السادس وما كملت تركت الدراسة وقعدت بالبيت أدرس هون قلت لما شفت أخواتي عم يدرسوا ويكتبوا هاي إلا أنا الوحيدة اللي قاعدة هون قررت أكتب أول شي قررت أقرأ قعدت أقرأ 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 بس ما كان فيه هيك شي رواية أنه تحكي عن إحساسي ومشاعلي كنت بلشت بالروايات العالمية لعمر سنة سنتين بعدين بلشت أكتب خواطر قصص قصيرة بعدين بعمر العشرين بلشت فتت بالرواية بلشت أكتب بس كان ما كان فيه مين يوجهني يعني كنت أكتب لإليه حتى ما كنت أنشر ولا حتى حدا يسوق ما كان حدا يقرأ أبدا كتاباتك؟ لا نهائي يعني هاد الحكي بالألفين ألفين وثلاثة بعدين رجعت للدراسة درست التاسع البكالوريا بعدين درست معهد إدارة أعمال وانقطعت على الكتاب للألفين وثمانتاش بلشت؟ بخلت بعالم الرواية من أول وردية بألفين وثمانتاش برصيدك تقريباً فينا نقول خمس كتب وهلأ ثلاثة قيدة التحضير والتدقيق يعني نحن عم نحكي عن مرحلة كفاح فينا نقول أول شي نقطعت عن الدراسة بعدين كملت واختصاص مختلف اختلاف كل يعني عن موهبتك الأساسية خلت نحكي عن أول كتاب ألفتي لمين يعني أول شي استشرتي كيف كانت ردة الفعل لأنه في اختلاف نحن عم نحكي عن روايات أدبية وعم نحكي كمان عن فينا نقول أدب الحرب يعني واقع إنساني معايش فينا نقول من خلال الرواية هلأ كانت أول روايتي هي حلم عابر مزيج من الخيال والواقعية والرومانسية هلأ حلم عابر كانت تحكي عن حلم مجرد الأحلام كيف بنقدر نحققها هلأ الحلم وقت لما يتحقق ما بيتحقق مثل ما حلمنا هون بنقعنا نحن بمطبط بنرجع بالحلم من أول شي يرجع الحلم يرجع الحلم ما بدنا الواقع بدنا الأحلام هون كانت حلم عابر كونه كنت منقطعة فترة كتيرة عن الكتابة وقدر كتبت كل مشاعري وأحاسيسي فأنا بعتبر حلم عابر هي الأنجح لأن كنت منقطعة وكتبت كل شي دفع وحدة ممكن كانت فيد من مشاعر هاي هي تماما وبلشت أكتب أكتب يعني كانت فيك تقولي يعني ما زرجت فيها خواطر كنت كاتبتها من شي عشر سنين أو قصص كاتبتها من عشر سنين ما زرجتها سوا كيف كانت ردة الفعلة ليا هلأ حلم عابر استغربت أخذت أضواء كتيري يعني هلأ اللي قرر روايات الخمسة دايما بقولولي حلم عابر هي المميزة أنا بكتب أعتبرى موهبتك الأولى فيه إلى حصة لأني هي موهبت الأولى هلأ فيه شي بقولولي أنت ضغطي شوي من حياتك الشخصية لإلى هلأ بالعكس بعيدة عن حياتي الشخصية بس هي لأني صار رومانسي وبتعرف أن احنا أغلب الشباب بحب الروايات الرومانسية صحيح عاطفين أكثر دائما الكاتب هذا السؤال بتوجه له أنه قداش اللي يشيل بتكتبه أنت من واقع معاش أو بمثلك دائما فيمكن هذا مشان هيك عم يسألوك أنه أنت عشت هذا الشيء أو يعني حسوا أنه فيه جزء من حياتك موجود بأول تماما كتير هلأ بيسألوني على روايتي هلأ بس لأنني لاجئة أو من حواء إلى آدم بقولولي هاي مو قسطي بقولوا لا لا ما دخل بس هلأ الكاتب وقت لما يكتب صيغة الأنا دائما القارئ بفكر أنه هاي تنطبع على الكاتب طيب خلينا نحكي عن رواياتك يعني تدريجيا هاي أول كتاب اللي عندي خلينا نحكي عن هنن سلسلة خمس كتب وثلاثة قيدة تحضير شو كان محتوى هون من وين إجتك الفكرة وكيف كانت تردد فعل الناس حوالي كي هلأ من حواء إلى آدم إلى جزء تاني اللي هو من آدم إلى حواء هذا أدب الرسائل أدب الرسائل هي من حواء إلى آدم هون من المشاكل اللي دائما يعني حواء وآدم حواء وآدم عملتي عادلتي الموازنة من آدم إلى حواء فعملت الرسائل أيوا فهون وقت لما كتبت أنه حواء عم تعاطب آدم يعني هي عارفة أنه آدم مستحلي إلى الرسائل أبدا نهائي بس هي عم تكتب له الرسائل وهو ما رح يقرأها اعترضوا قرائه كثير اعترضوا قرائه خاصة من الزكور إنه ليش يعني من حواء إلى آدم وشو بدك فينا ولسه نازلين تكتبوا علينا مرحت كده لفت من آدم إلى حواء بس صعب شوي من آدم يعني بعقل رجل تكتمي مخاطبة للمرأة درت أكتبها بعقل رجل بس بنفس الوقت ما خلت آدم تسكت لأ آدم ردت علي بنفس الرواي طيب شو الرسائل اللي كانوا عم يواجهوها لبعض الطرفين هلأ هون من حواء إلى آدم هي تركته يعني تركته ومش يتهيب طريق وهو مش بطريق بس هون هي عم بتقارن بين الماضي والحاضر والمستقبل وهي بالماضي شو قدمت له والحاضر كيف هو إنه هلأ بعيدة عنا والمستقبل هي هون عندها ازدواجية يعني برسالة بتقول إذا شافته يمكن تركه تطعال واتضمه وبرسالة تانية بتلاقيه لا إنه زي المرأة من قدامه ولا يمكنت هون يعني هون لسات عم تقول تلخبط بمشاعرها وهو هون بالمرة ما لوجود من آدم إلى حواء اللي هو آدم تاني غير البطل اللي هون هناك بيتعرف عليها بس بلاقيه مستهلكة مستنزفة بحاول يحييها بس بيجي يعني هناك بصير هو بعاتضة إنه هو بديو إياها كاملة يكمل وهي مستنزفة المتال يعني أنت عم تخاطر الصراع الأساسي بين الرجل والمرأة تماماً بشكل أساني لهو صراع اللي مستحيل اللي ينحل أفداً دايماً طيب بعد من حواء إلى آدم ومن آدم إلى حواء لأنني لاجئة لأنني لاجئة هاي فكرة إنه أنا تهجرت على لبنان خمس سنين أعتبت رابلس بس هلأ أنا شفت غيري أنا الحمد لله يعني رجعت رجعت شفت المعاملات كيف كانت رجعت هلأت عملت مع ثلاث أشخاص هاجر على ألمانيا تواصلت معاهم وأخدت تجربتهم وأسقطت على بطلة الرواية بس قدي جميع أنت عم تقولي خمس سنوات عشتي أنت عم تعيشي من التجربة يعني تجربة الأساسية عشتية بكل تفاصيلة لأنه دايماً بيقول مولام أنت عم تحكي عن تجربة ما كنت عايش فيه هون لا فيه مصدقية عالية ومشارة إنسانية عالية لما تكوني عايشة تجربة لأنه الكل ينظر من الخارج ما حدا بيكون بالداخل فكله بيعطيكي هو من شعر حظرته صحيح تماماً أنا كتير بقولولي مثلاً لا ما صار هيك بقول لهم أنا عايشت وشفت أنا يعني بحكي بناءً على تجربتي أنا يعني عاشت ببنان هلأ بتعرف من الاجتماع جيران صباحية وهي بعد بيحكوا وهي بتحكي عن هجرة المرأة يعني مو هجرة الرجل هلأ هجرة الرجل تختلف عن هجرة المرأة الوحدة وعنها أكبر بكتير هاي يعني نتهاجر مرأة مع طفلة من الشام للشمال السوري لتركيا وبتمشي هاي الطريق كلياته هنغاريا اليونان هنغاريا هاي لألمانيا هون الكتير صعب وبالنهاية إنه اللي طلعوا هاجروا ما فرحانين بالهجرة يعني ما لهم مبسطين هناك ضلوا عم يحلموا بالوطن يعني هني كتبتلك ياها أنا بين الحرف وأسروا بين الانفجارات اللي كانت تصير وبنفس الوقت الخوف ليش هربت العالم ليش لجئت كيف كان رد فعلي الناس عليها؟ هلأ في كتير في ناس اعترضوا قالوا لي لا ما صحيحة وفيش اعترضوا قال يعني كتير مأساوية يعني ما حدا قدري كفية لأن هي من واقعنا هلوقت لما تكون الرواية من واقعنا صعب العالم تتقبل ناس بحب نهايات السعيدة تماما لهاي هي أنا بقولولي 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 المبحب بالنهاية السعيدة لأن النهاية السعيدة صارت قصة تقليدية بس لبدت كل نهاية واقعية ممكن هذا الشي اللي مرينا فيه أو الواقع اللي مرينا فيه كان فعلا هو قاسي والناس بترفض حتى أنه يعني في كتير تفاصيل نحنا الحرب يقولوا يمكن نضل على مدار عشرات السنوات عم نحاول يعني نقرخ الشي اللي صار معنا يعني يعول اليوم حتى على الدراما والأدب والروايات أنه هي فعليا حتكون وثيقة تاريخية اليوم للأشخاص اللي راح يؤروا هاي المواضيع شو صار بهاي الفترة الزمنية تماما هاي هي يعني أنه نوثق الشي اللي صار شو اللي عدينا أنه اللي يجي اللي بعدينا يعرفوا أنه نحنا عانينا عانينا هاي الزمهلاء كتير مثلا دور نشر مصرية قالوا لي أنه حزيني وهاي لأني هاد واقعنا هاد واقعنا اللي عشتنا نحنا خلينا هيك سريعا نحكي عن رواية وطن بالوقت المتبقي وطن بتحكي عداعش كمان الحرب بين داعش وبين الشام متفاضل كمان المرأة في ظل داعش معلنات المرأة في ظل داعش عم تحكي يمكن كل رواياتك فينا والكتاباتك يمكن من الواقع المعاش هذا الهيكي لإصداء ومؤسر اللي عم تحضرين لنا ثلاثة اللي قيدت للتطقيق عن شو بيحكوا هلنا المختلفين أو بطريقة مختلفة؟ هل مهم من آدم اللحواء حكيت عننا حب عقف التنفيذ خالصة هياتها للرومانسية واقعية كمان في لا تعبث بذاكرتي واعترافات فتاة وانا هادا الروايتين اجتماعية حلوين حتى العنوية الملفتة بختم حبك انت تقري شي من هاي اللواء حب عقف التنفيذ نختم فيه أخاف من وداع لا أمل في لقاء بعده أخاف من فراق تنسى تفاصيله وتمحوها الأيام أخاف من صدفة تجمعنا وبحبك طفلة تلاعبها تناديها باسمي الذي صار لها وعيناك تلتهم وجهي أحبك جدا وجدا أخاف من اتصالك المفاجئ في جنح الليل لتبثني أشواقك وتشكو حنينك فانظر إلى زوجي وهو يطالعني بنظراته لأخبرك بأن الرقم خاطئ أغلق الهاتف وصد أنفاسك ما زال يتردد في زهلي كل التوفيق إليك الروائية مؤمنة محمودة لكل شكرا لتجربتك اليوم ولكل هذا الغناء وأيضا يعني مسيرتك اللي كانت معنا سهلة ولكن بفترة أصيرة أدبية قدرت تجزز كثير أكيد الروائية الجميلة محمودة شكرك منالك التوفيق بمسيرتك الأدبية وإن شاء الله منتوقع محطات أدبية مهمة بحياتك وأكيد نحن نعتز ونفتخر بكل أنسة أنا أتشكر كان هناك مسيرتكي فاح ونضال وقدرت فعلياً استغلها بشيء إيجابي شكراً كتير إليك شكراً للقناة للاستضافة بقناة رائعة شكراً إليك أهلا وسهلا فيك